اشتركوا في القناة والعشائر العربية خصوصا كانت تاريخيا تمثل البنية الرصينة التي يرتكز عليها الفرد باعتباره صاحب حق او مكلفا بواجب تجاه اهله وابناء عمومته اليوم يبدو ان هذه المنظومة واعني العشائرية تطورت في اماكن وضعفت في اماكن اخرى مرة بحكم الطائفة ومرة بتأثير حكومي ومرة بدواعي الخوف والسكوت عن الظلم باعتباره اصبح ديدا اغلب شيوخ العشائر بنظر ابنائها عنوان حلقتنا في برنامج الشعب ينتظر لهذا اليوم سيكون العشائرية خير دائم ام شر لا بد منه عدنا من جديد مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج الشعب ينتظر حلقة هذا اليوم تحمل عنوان العشائرية خير دائم ام شر لا بد منه وضيفي في الستوديو سيكون الاستاذ جاسم محمد حسن عطية نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين وكالة وسيكون معي على الهاتف الشيخ طلال احسين المطر اهلا بك استاذ جاسم في برنامج الشعب ينتظر ابدأ بك استاذ جاسم كيف ترى دور العشائر في العراق بعد عام 2003 اه حقيقة نحييكم اولا ونحيي مشاهدي قناتها مراء الكرام اه مبدئين اشكركم على اسم البرنامج يعني حقيقة اسم فعلا هو الشعب ينتظر وايضا حلقة هذا اليوم هي حلقة مهمة جدا بما نمر بي من احداث مهمة في محافظتنا بصورة خاصة وعمومة العراق يعني ولنتظر منكم المهم ان شاء الله وفق العنوان الشعبية ان شاء الله فالاني مع انه العشائر يعني هي الصمام والامان الرئيسي وهي يعني دائما ان تكون هي الخير الدائم رغم السلبيات اللي صادفة طبعا في مجتمعاتنا العشائرية نحن ابناء مظايف ونلتقي بجميع العشائر الموجودة في عموم المحافظة وحتى خارج المحافظة ولكن هي العشائر ان شاء الله هي خير دائم لن تكون شرا لا بد من هل بعض يراها شر لا بد من بعد الالفين وثلاثة يعني خلينا نكون واقعيين انه الاميركان بعد ما دخلوا الى العراق تعاملوا مع اشخاص مثلوا عشائر يعني حقيقة هذول الاشخاص هم من حثالة المجتمعات يعني لن يتعاملوا مع البيوت الحقيقية ومع رؤساء العشائر الحقيقية يعني الاعلام اللي موجودة اللي لهم تاريخ يعني اكثر من سبعين سنة وثمانين سنة لو ترجع انت الى التاريخ كله يعني الاحتلالات اللي مرت بالعراق ما طلعت غير العشائر وثورات العشائر والمشاكل الكبرى ما حلت الحكومات حلت العشائر يعني بتدخلهم فيعني بعد الالفين وثلاثة صار اختلاف بموازين بعض العشائر او بعض شيوخ العشائر يعني اكوا من احترموا انفسهم وبقوا ببيوتهم بدواوينهم ما ركضوا لاورى الامريكي ولاورى المسؤول الفلاني فاهملوا يعني ما كان لهم الدورة الاكثر ولكن كالتزام عشيرته بهذا الاشخاص بقى نفس الالتزام لكن شرحك استاذ جاسم يعني هو عبارة عن توصيف يعني لو سألنا الان اي عراقي رأيك بالعشائر سيقول هي صمام امان وهي المخلص والمنجأ في حال غياب الحكومة مثلا خاصة بعد 2003 نريد الحقيقة يعني التوصيف الحقيقي للعشائر ودورها بعد 2003 يعني حقيقة انت اليوم وصفتهم اكثر من وصفه وفعلا انت بعد 2003 تقريبا يعني غابت الحكومة لمدة سنتين حكومة حقيقية 2004 و2005 يلا لاحظنا احنا في صلاح الدين مثلا اللي نسكت زمام الامور مباشرة العشائر يعني بعد 2003 بعد 9-4 قبل لا ينتهي شهر الرابع او بدأت شهر الخامس العشائر كانت متواجدة بجميع الدوائر الحكومية وحافظت على المصارف وحافظت على الممتلكات الموجودة وبدأت بتشكيل شرطة وبدأت بعادة الموظفين ومشت الحياة في محافظة صلاح الدين وفي المحافظات الاخرى بالجنوب ايضا باشروا بنفس الالية يعني الخروقات العشائرية اللي تسميها انت اليوم اللي انا اتوقع كثيري التوصل اليها يعني انه بعض يعني شخصيات العشائرية اصبحوا نغمة على مجتمعاتهم حقيقة لو ترجع على التاريخ ما راح تلقاهم هذولة هم يعني من سلالة حقيقية شيوخ او من سلالة حقيقية هم ابناء بيوت عريقة يعني راح تلقاهم اما مصطنع او شيوخ التسعينات مثل ما سموهم في مسمى اخر او بعد ال2003 وضع يدوبيد الامريكان ودعموه وصار شيخ فلان وشيخ علان فما راح هذا ما تلقى يعني يكون عنده سلبيات يعني يتكلم بواجهة اشكالية النسب لها يعني بحث اخر وايطار اخر يعني تريد ان تقول ان عشائر محافظة صلاح الدين يعني تقول انه كان لها تأثير على واقع المحافظة كيف شو فيها صلاح الدين اسألك بالصفتين بصفتك مسؤول محلي معروف وبصفتك العشائرية نعم صلاح الدين طبعا هي فيها ميزة حلوة جدا يعني انه محافظة صلاح الدين طبع يعني عبارة عن عراق مصغر يعني نمتلك في محافظة صلاح الدين بجميع الطوائف جميع العشائر تقريبا الموجودة يعني من تجي من شمال المحافظة تبدي من قضاء الشرقات موجود عشيرة الجبور وعشيرة العباد وعشيرة الدليم وعشيرة الجيسات وإلى بيجي وإلى سامرة وإلى 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 انتصال إلى الدجيل وبلد أيضا من الطائفة الأخرى من أخواننا من الشيعة أيضا من العشائر العريقة عشائر الجنوب اللي هم متواجدين في قضاء بلد وقضاء الدجيل وتجي إلى قضاء الطوز أيضا عشائر الأكراد وعشائر التركمان وإلى الأديان الأخرى موجودين في محافظة صلاح الدين المسيحيين والأرمليين فيعني مختلط ونسيج حقيقة نفتخر بيك أبناء محافظة صلاح الدين أن نمتلك هذا النسيج حاولت الجهات السياسية والإرهابية وكثير من الجهات حاولت تفكيك هذا النسيج يعني لوحظ أنه شبه مفكك ولكن هي بالحقيقة التواصل الموجود بين أبناء محافظة صلاح الدين كعشائر بالكامل يعني كمحافظة والتواصل الموجود بين أبناء العشائر الموجودة في محافظة صلاح الدين والمحافظات الأخرى لحد الآن طيب لدينا رأي يقول أن شيوخ العشائر بصراحة استأثروا بالمناصب والمكاسب وكانوا وصوليين لصالح أنفسهم لا لصالح أبناء العشيرة ما رأيك بهذا الكلام؟ يعني حقيقة أنا شيوخ العشائر أعتبرهم يعني الله سبحانه وتعالى هي الجاه يعني يعطي من الله سبحانه وتعالى يمنح الجاه لمن يشاء فالشيخ العشيرة اليوم هو علي مسؤوليات اتجاه عشير تؤول هل بالضرورة أن يتحول شيخ العشيرة إلى مسؤول حكومي؟ مو بالضرورة ولكن مو غلط إذا تحول إلى مسؤول حكومي هو ليس خطأ لكن الناس في محافظة صلاح الدين يعني أنا رأيي أن الشيخ أكبر من المسؤول الشيخ هو أكبر من المسؤول يعني أنا اليوم أنتم إلى عشيرة بها شيخ الشيخ يعني عندما يحتاج من الشيخ يكلمني بالتلفون أذهب إلى مظيفه يعني دائما هو الشيوخ والعشار هي التي تصنع المسؤولين وتصنع الحكومات وتصنع كل هذا الكراسي دائما؟ نعم يمنين تطلع احنا اليوم تحولت انتخاباتنا مثلا دائما أم فرضا؟ لا أنا شوف على الاعتبار أن لدينا أخبين جاهزين أبناء العشيرة طبعا هاي صارت أبناء العشيرة المساكين ربما صارت واقع حال أنه اليوم الانتخابات موجودة بيها عشائرية طيب أستاذ جاسم أنتقل إلى الشيخ طلال حسين المطر أهلا بك شيخ طلال أهلا بك أستاذ حياك الله شيخ طلال أنتقل إليك بالسؤال السابق يعني أن البعض يرى أن الشيوخ العشائر استأثروا بالمناصب والمكاسب وكانوا نوعا ما وصوليين على حساب أبناء عشائرهم بحثوا عن المكاسب والمناصب ما رأيك بهذا الكلام؟ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ أنا أشكرك عن الاستنافق وفي برنامج حقيقة الشعب ينتظر فعلا اسم على المسمى لأن الشعب ينتظر ثمان سنوات كان للآن ينتظر لسواب قوي ينتظر ولكن إن شاء الله لن يطول الانتظار هذا واحد بسمهم المجتمع العراقي إنه مجتمع عشائر من الجنيد ومن الشمال عشائر معروفهم ما عشتوا عن زمج مثل الضباط الآن زمج حتى نكون سريحين وشل النقاط عن الهرب شيوخ العشائر والعوصلاء يومهم مثل ما تعرف عمرتك ثوات العشرين طانبين هو العشائر والعشائر معروفين شيوخهم والعوصلاء من بعد الفين وثلاثة اللي قاموا وجودون نبسي بس حضاء ونبس فترة وحقام وقال عني شيخ لا هذا الكلام ما ننطبق على العشائر العصيلة والشيوخ العشائر والعوصلاء اتناسى سؤالك إنه مسؤوليين كثير من العشائر والشيوخ العشائر كان المسؤوليين في حد السلطة من الكرسي وحالاته نعم وهذا الشيء محيب قال ابنسباني يا محيب لأنه شيخ العشيرة أسمع وأرفع وأكبر من المنصب يعني أنت شيخ طلال أنت ضد ضد أن يتسلم شيخ العشيرة منصب حكومي أو أو أن يكون مسؤول محلي والله والله أنا رأيي الشخصي رأيي الشخصي أن لا يركن وراء المنصب وراء الكرسي وأن يترك عشيرته وقبيلته ويبقى بس على منافع الشخصية هذا شيء أنا اعتبره محيب ليش؟ لأنه شيخ كل أبناء قبيلته تتوب رأينا وهو الخيمة اللي يستغل دولاره الوارف كل أبناء قبيل تيفترض الزيال والموجين الزيال كل هذا سند إله والموجين أيضا عليه كشيخ أن يصلح الخطأ ماله وأن لا يشجع على ارتكاب الأخطاء اللي تتحضر في كل العشائر نعم طيب شيخ طلال يعني ألا ترى أن العشائرية رسخت لمفاهيم سلبية يعني ربما حتى أنها وحدت المختلفين سياسيا تحضل مقولة آني وبن عمي على الغريب والله هذا ليس شيء محيظ ليس شيء محيظ يعني آني بنسبالي وإذا الشيخ آم عم عشيرة آآ إحنا نكون العراق الواحد المحد كعراقيين أولا إحنا هاي نسميات حقيقة هذا الشيخي وهذا السي وهذا كردي وهذا أردي إحنا ما هذه آني ما شجعني هذا لا هذا لا تلفظها لكن صارت كواقع حال حقيقة آآ مثل ما تعرف حضرتك بعد الآخرين الثلاثة إجت في هاي المطاهرين الطائعة بمعض احتلال العراق من قبل الأمريكان الاحتلال البغير واللي مولد إلا كل هاي المصاعد اللي يجلاح هالآن آآ نقول الشيخ العشيرة يجب عليك كل شيخ فاتح دياني مصنح ينصر الإرهاب والإرهابيين ينصر الكفرقة ينصر كل شيء يشي إلى سمحة الوطن ككل وإلى عشيرته بشكل خاص طيب شيخ طلال يعني عفوا يعني لم تجبني على السؤال أنا أسأل في إطار العشيرة الواحدة أقول أن بعض العشائر رموز السياسيين تكتلوا ضمن نطاق العشيرة حتى وإن كانوا مختلفين سياسيا ورفعوا شعار آني وابن عمي على الغريب هذا اعتقداني آني بإنسانيا أنا ما أكشف أطمعات من هذا الموضوع نعم شكوش العشيرة إذا أستطل راح يفرق راح يفرق ما راح يجمع ودائما نقول في التوحد يعني قوة وفي التفرق بعض إذا هو متكتل ومن عشيرة يعني إطار ضيق أنا أعتقد هذا الشيء ما يتقدر ولا مطبول من الشيخ من الشيخ بمعنى الكلمة الشيخ يجب أولا أن يقاسح إراق ومحد إراق بكل الفسائل جميلة اللي يتحول العراقيين جميعا ماذا أخوه للفعل هذا واحد اثنين ينجب عليها ويجب طرز هذا عليها أن يدافع عن أبناء قبيلتا وعشيرتا في كل المجالات لكن لا يقبل بالإرهاب ولا يقبل بالظلم ولا يقبل بأي شيء يسيء إلى الصمحة لعالج العشيرة والقبيلة طيب شيخ طلال ابقى معي أعود إلى ضيفي في الستوديو أستاذ جاسم رأيك بكلام الشيخ طلال بالأخص في ما يحوي السؤال أنا أرحب بالشيخ طلال نعم شيخ حسين المطار أنا أختلف مع أنه شيء معيب يعني أن يكون شيخ العشيرة يعني يسعى أن يكون مسؤول حكومي ليش أنت من هو شيخ عشيرة تريد من عنده التزامات يعني الشيخ العشيرة هو مسؤول عن عشيرة بما أنه كان شيخ عشيرة يعني اتفق علي أن يكون هو سين من الناس شيخ عشيرة إذن انطبغت علي مواصفات الشيخ والشيخ هو شنه أن يكون يأمر بالمعروف إنها عن المنكر يفتعل الخير يعمل بالعرف أحيانيا لا يفتعل الباطل يعني كثير أمور هي إذن هو امتلك المواصفات الحسنة للشخص المثالي فأني يفضل أن يكون هذا الشخص في محل مسؤولية يعني أختلف بأنه يكون شيء موعي بالعكس أنا مع مو غلط أن يكون الشيخ في أو ربما نستطيع أن نقول أن شيخ العشيرة فقد السطوة والهيبة القديمة التي كان يمتلكها سابقا فأراد أن يعزز وضعه نعم بمنصب حكومي لكي يكون فاعل أكثر مجتمعاتنا اليوم حتى أن بعض المسؤولين شيخوا أنفسهم لنقول نعم أنا اليوم ألاحظ يعني ماكو ذاك الالتزام السابق طبعا هذه لعدة أسباب يعني أيضا أكو أسباب خلت المجتمعات بهذه الصورة أنه ماكو مثل ذاك الالتزام القبل مثلا بالأثمانين أو بالسبعين مثل ما يحشوننا آبائنا وجودنا اللي نشوفه بالتسعين أو اللي شفناه بالألفين أو اللي نشوفه بالألفين وعشر سيطرة الشيوخ اختلفت عنها السابق أولا كثرة المجتمعات يعني قبل القرية خمس بيوت ست بيوت عشرة بيوت خمسة وعشرين بيت ثلاثين بيت نعم اليوم القرية الواحدة هي الفين الفين وخمسمائة بيت العشيرة كانت يعني يعني مثلا العشيرة الفلانية في المنطقة الفلانية ميت بيت به زائد اليوم العشيرة تمتد يعني ولو مارد أتكلم عن عشيرتي حتى ما أكون ما تقولون يعني تكلم عن الجبور لا لا ضئر ولكن هي يعني أنا أعتز بعشيرتي وأفتخر بيها مثلا الجبور يعني عشرة الجبور تمتد بالعراق من زاخو إلى الفضل هناك في كل المحافظات وربما ينطبق عليهم أنهم مختلفون سياسيا المسؤولون أو السياسيون المختلفون سياسيا والذين تجمعوا ربما تحت لواء العشيرة لأني أيضا أختلف مع حضرتك بالسؤال يعني السياسين الجبور ما تتفقوا لحد هذا اليوم فالسياسين مثلا محافظات صلاح الدين أنا لا أقصد يعني عفوا سياسية عشيرة معينة لكن بالعموم أخطيك أيضا مثال عن عشيرة الجبور مثلا فهناك في البرلمان تقريبا أكثر من 43 عضو برلمان من عشيرة الجبور ولكن كل من على أحزاب وكتل ولم يتفقوا لحد اليوم يتكلمون باسم عشيرة لحد الآن هذا ما صار ولا صار أيضا بعشائر أخرى مثلا العشائر الأخرى التي هي ممتدة مثلا في الجنوب والشمال لأنه أكفت شغلة بالعراق يعني شيء حلو جدا أنه العشيرة يعني تقسم إلى عدة أقسام بعدة محافظات ونفس العشيرة من أكثر من طائفة يعني اليوم الجبور مثلا بالمحافظات الجنوبية من أخواننا الشيعة كثيرين بالمحافظات الشمالية من أهلنا السنة موجودين كثيرين تواصل اجتماعي موجود يعني قبل يومين وفد من محافظة النجف هل هناك شيخ عام لعموم أشائر الجبور؟ يعني حقيقة أنا أؤكد أن هناك شيخ عام يعني يعني نحن شيخنا الرئيسيين هم خارج العراق شيخ يجمع أبناء الطائفتين في العراق لحد يجمع أبناء الطائفتين لا يجمع أبناء الطائفتين ما عدنا ولكن يعني نتواصل مع شيخ الجبور مثل بالديوانية اللي هو شيخ تكليف نتواصل مع بيت بالحلة يعني الشيوخ اللي موجودين بالحلة بيت مخيفة الكتاب وغيرها بالناصرية بالموصل ولكن لحد الآن كالشيخ يجمع الطائفتين ما موجود محافظة صلاح الدين الآن يعني تعيش وضع أمني مزري أين شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين والذين هم في الغالب مسؤولون حكوميون فإن لم يكن يهمهم أمر عشائرهم فعلى الأقل يعني أين الوفاء للأرض التي ولدوا ونشأوا فيها أم أنها فقط يعني الأرض هي عبارة عن حواظ تستخدم كل أربع سنوات للانتخابات شوف يعني حقيقة اليوم يعني نفتخر بمناطق في محافظة صلاح الدين بهذه الأزمة الحقيقية يعني مناطق قاتلت وقاتلت ختال شرس ولحد الآن مناطق نفتخر بها يعني أول معركة صارت عندنا في محافظة صلاح الدين في ناحية العلم ناحية العلم بقى تتقاتل هدعش يوم أبناء عشيرة الجبور والعشائر الأخرى اللي موجودة معها حتى ما نغبن حقه بقوا يقاتلون هدعش يوم تحت لواء عشائري تحت لواء عشائري داعش موجودة سيطرت على تكريت جابتها رماش من الموصل إلى حدود سامرة تكريت يعني 23-24 دقيقة ما طولت بها العلم بقى تتقاتل هدعش يوم طبعا ماكو دعم حكومي يعني يعزز استمرارهم بالقتال إلا أن دخلوا داعش لكن هذا الكلام عن مناطق صغيرة في محافظة صلاح الدين نحن نتكلم عن محافظة من الشرقات إلى الدجال أين الشيوخ العشائر هم الشيوخ العشائر في المنطقة أنا رح أجيك رح أجيك يعني في الوقت الذي نفخر به بوجود شيوخ عشائر قاتلت في مناطق أو في جيوب معينة أين باقي الشيوخ؟ أين باقي العشائر؟ بعد العلم قاتلت الزوية وقتال شرس ولقنات داعش درس لن تنساه أبدا يعني الزوية واحدة قتلت من داعش بحدود المئة وخمسين إرهابي في يوم واحد الزوية لحد اليوم تقاتل يعني عشائر الجبور والعشائر الأخرى وداخل سامرة العشائر مسيطرة أستاذ جاسم أنا أسألك باعتبارك أيضا شخص عشائر نعم العشائر أنا أتكلم عن عشائر أخرى اليوم يعني شيخ عشيرة في بياجي مثلا وداعش مسيطرة على بياجي شو رح يقدر يسوي شيخ العشيرة هذا؟ يعني يطلع لو يذبحونه لو أكو حلول اليوم أنا كان عندنا اجتماع هذا اليوم اجتماع اليوم الأول لنتيجة عمل منذ عشرين يوم اجتماع لمن؟ لشيوخ عشائر يعني تقريبا خمسة وسبعين بالمئة من محافظة صلاح الدين أو ما يمثلون خمسة وسبعين بالمئة من المحافظة اللي المناطق اللي هي بيداعش وإضافة لشيوخ عشائر من محافظة نينة وشيوخ عشائر من محافظة التأميم كاركوك لأننا هناك محيط يعني الطبيعة الديمقراطية محافظات محاذية محافظة صلاح الدين تستوجب التنسيق مع من المحافظة الحدود بين محافظة صلاح الدين ومحافظة يعني اليوم يعني بدأوا بداية تشكيل ثورة اسمها الثأر لشهداء العراق إن شاء الله هذا الاسم وبإمكانيات بشرية موجودة الإمكانيات البشرية تشيكناها موجودة طبعا راح نبدل العمل للتنسيق مع الحكومة المركزية ومع قوات التحالف العربي الدولي اللي صار موجود بالعراق أيضا لدعم هذه الأشيوخ برعاية من كان هذا الاجتماع اليوم حقيقة أنا برعاية ولكن أنا أصغر الموجودين وخادم لهم كنت لان أنا أريد أن تظهر عشائرنا الأصيلة بنتيجة يعني ترضي جميع العراق العشائر الذين لم يحضر ممثلوها يعني لا يعني حقيقة استدعين العشائر اللي هي مناطقهم تحت سيطرة داعش وهم أغلبيتهم نازحين يعني كانوا موجودين حضروا من عشائر الجبور ومن عشائر الهيب ومن عشائر شمر ومن السبعاويين اليوم الاجتماع كان لأربع يعني وعشائر أخرى كانت على اتصال وتنسيق مستمر راح نفتح إن شاء الله يعني خطوط مع التكتلات العشائرية الموجودة في كاركوك واللي موجودة في الأنبار يعني احنا دعونا نشوف أن الحكومة ما راح تقدر تسوي حل بقدر ما أن العشائر تسوي حل يعني اليوم هذا الأزمة أزمة كبرى أمريكا والدول وملتمة واربعين دولة ولحد لا يفكرون ما راح يسوون ولكن هو الأمر مو بهذا الحجم يعني داعش مو بهذا الحجم أنه نتركها يعني تخيط يعني معهم ليس بيديها أي سلطة يعني ما يكون سلطة هو العشائر يعني إذن ما تجدوا من عقد اجتماع لا العشائر اليوم أنت اليوم إذا أجيب لك ألف مندقية وما عندك بشر راح تسوي به يعني أنت تقدر تشغل دبابه يعني هل تعتقد أن الناس ما زالت مؤمنة أنها ربما ستقاتل تحضل لواء عشائري نعم اليوم اللي قاعدين مؤمنين ومتفقين على القتال تحضل لواء عشائري ولتطهير المحافظة وأنجاب يديهم راح يستمرون لتطهير أي منطقة في العراق طيب أرجع للشيخ طلال حسين المطر شيخ طلال رأيك بكلام الأستاذ جاسم محمد حسن عطية طبعا أنا أكلم كل احترام أستاذ جاسم أو شيخ جاسم حتى أشكرك لا أنت الشيخ أحنا موش أحنا محمد سلطة الشيخ على المسيحين هو من حام مجلس محافظة صلاح الدين حسب ما أعرف نعم أشكرك شيخ أشكرك الأستاذ جاسم يتكلر وطورون ما في خارج العراق ومن العراق يعني أعزيدي دالبي يعني بالعراق ومن العراق منه 95 أستاذ أنز نعم من المناطق اللي يمفيطر عليها نعم يعني هم الهومين اللي يحوين هم صلاح الدين بعدين يا أستاذ أنس نعم مدينة فامراء صارت السنتر صارت فيها المركز الآن ومدينة آمنة بكل ما تأنيه الكلمة ولم فيها الميليشيات والميليشيات راح نتحدث إن شاء الله بأن تكون مجال شيخ طلال يعني حتى الصحيح حتى الصحيح إذا تسمح لي شيخ طلال حتى الصحيح يعني إجابتك أنا أشكرك جدا أنا تكلمت سامراء ليست تحت سيطرة داعش الحمد لله والشكر سامراء بيد أهالي سامراء الأبطال لا لا مو أنت راح تتكلم أنا 75% من شيخ العشائر من المناطق المناطق اللي مختصبة يعني من الشرقات من جيزي من تكريت أشمال أن نكون في منصد ليش يوم كثير من الشيوك فقدوا كثير من حيبتهم هذ ما صاروا من مناطق ليش؟ لأنهم مناطقهم اتدمرت من المراطن في هذه المنطقة يطالب الشيخ يطالب المسؤول إلا كان مسؤول لكنه الآن ما 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 ماكو أي نتيجة فقدر لي أقول الشيخ اللي غلب إلك ما يصفق للمسؤول ولا يصفق الرئيس الوزراء شيخ طلال هو بالعادة الآن يعني الشيخ هو نفسه مسؤول تلقاه يحمل الصفتين مسؤول بصفتها بصفتها كشيخ حسير أو تلقى طبيلة أما المناطق يا أبساء الجاسم ترجون يعني اليوم يعني البرلمان بحشرتها أنت كرسيك أكبر من كرسي عوض البرلمان أنا عيدك حتى بس اسمحي يا شبا يبتخدني لأنه ما قدمت شي لأدناء كبير فيه أولا ولأدناء وطني الكبير هذه ثانية فهذا قفز يعني مو أقصد أن الشيخ لا خليه بس بس قاعد بدي وعنه وش رباه هو يستقبله أبوه والبصاصي بتحود به الشيخ مسؤول الشيخ مسؤول مسؤول اعتباري يعني فقبل أن تتذكى حرفتك وانت بالشيخ حضرتك تعرف طبل أن يكون قانون خاص للأشائر قانون خاص يعني هم يحكمون يفقون مثل ما يقولون نشرب أما الآن الآن بتحمي شوى الأشائر من 2003 في حكومة المالك اللي شيخ مجال الآن حكومة جديدة شيخ طلال شيخ طلال وأن ينفتح على الأشائر وأن يمطي جسم وقوة الحنوية وأن ينفتح على الأشائر شيخ طلال إذا تسمح لي شيخ طلال عفوا عفوا شيخ طلال الشيخ اللي يفكون من الصلب يمكن راحوا يعني الآن إجوا أبنائهم اللي نقدر نقول يعني هو شيخ النسب وما أعرف يمكن أثناء البرنامج الآن بالبداية طرقها طرق أستاذ جاسم وقلت له هاي إلها موضع آخر موضوع الشيخ بالنسب يعني شيخ بالنسب إلا يكون ابن شيخ ويعتمد بالعجيرة يعني ما أعرف وفق أي مقولة يعني يعني ابن الشيخ عفوا عفوا شيخ إيه ابن الشيخ لازم يكون شيخ ما أتوحسن منه نعم نعم شيخ بالنشيخ بالنشيخ يعني إلا 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 ميت سنة أنا شيخ بالنشيخ وهذه المسألة وهذه المسألة أرغت كثير ناس شيخ شيخ طلال نعم نعم أنا أحد محترمه طيب هذا شيخ طلال شيخ طلال عفوا شيخ طلال نعم إذا تسمح لي يعني هذا الشيخ الدمج إذا يجيب شغل يجيب ناقش خل نحك بصراحة نعم مو أفضل من الشيخ نسبا اللي قاعد متعكز على نسب لا 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 موحيش لا 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 بحاجة المقال عليها عليها شيخ خيروا الناس من نفع عننا شيخ يعني شيخ من شيخ من شيخ شيخ أصم من قصم وإلى موقف وإلى تعليخ يعني تجيب أجدادة لهم موقف آباء لهم موقف هو ما إلى موقف أنا شيخ من ربح المحاوط لا شيخ شيخ إذا سمحت لي لا شيخ عفوا إذا سمحت لي شيخ يعتمد على نسبة فقط شيخ الآن لا ينفع ولا يضر بعشيرته أبوه نعم ربما كان يعني زعيم قومة وكان متكفل بهم جدة ربما كذلك جد جدة ربما كذلك لكن يعني إذا الحاضر الشقي يسود بكون ماضي سعيد مثل ما يقول الرصافي لا لا إن شاء الله إن شاء الله الشيوخ الوصلاة يبطلوا صلاة ولهذا التاريخ التاريخ لا يرحم دائما هسا منذكر صورة العزم ونقول نظار المحمود ومشعلان 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 وحب الحباس ومشعلان وحوام الحباس وحبيب الحزران أبوه الشيوخ الأحلام بالجنوب وقل وفق وبالشمال أيها هذولي ما ممكن أن تأتي بشرفة ألا أنت تنحيهم وتقول لا لولي لولي وشو ولا أولادهم ليش لأنه الولد على سر يديد دائما دائما نحن نحن نحكي به فقصدي يعني قصدي مو معناها الشيخ التكريد منه وما تنحيه يعني عفوا شيخ طلال يعني الشيخ خل نحكي خل نحكي بالعربية الشيخ يكتسب حظه وبغته من أفعاله لو من نسبه لا أفعاله ونسبه كذلك أحيانا ما تنجمع أحيانا تلقى الشيخ لا ما توازي أفعال نسبه وأفعال أجداده لو هني غلطان أستاذ جاسم أكل إنسان أكل إنسان بلا إحنا تماما هو الشيخ لأن الشيخ كلهم إن شاء الله أعلام ممكن أعلام إن شاء الله أنا الشيخ الحقيقيين أما الشيخ الدمج يعني ما أحكي فيهم نعم الله طهر وموحب وإحنا لأن الشيخ اللي أصل وفصل ودوان ومضيف وتجربة وتاريخ ومقارحة الاستعمار ومقارحة الظلم جيان هذا الشيخ لا أفعال أيضا لازم لازم مثل ما كان أبوه أو جده لازم يفعل لكنه الآن عمره لازم لازم يفعل بس ماذا يفعل شيخ لازم يفعل مواما نايله المطالب بالتمني ولكن تأخذوا الدنيا بلهاب شيخ وهو بالمدايسة نحن نطعي مجال نطعي مجال نعم نعم نحن 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 بالنسبة نقول التاريخ هو اللي يحكم والتاريخ ما يرحم نعم لكن التاريخ هو مصطر مصطر شيخ فلان كذا شيخ فلان كذا ابنه كذا حفيده كذا هذا ما نريد المالي حي هو هالذين حي ولا عقد نجد رجال لحظة المسألة لكن نحن نقول الواطحة الآخر بعد الأنسل وثلاثة تغيير ليش لأن هجوع أمريكال لا ترحل ونسل الشيوك لأن ونحن نبحث لك طيب أنتك تفصيلة بسيطة شيخ نعم نازحين من من أبناء المحافظات الست اللي في الغالب منكوبر النازحين اللي موجودين الآن أغلبهم يقولون ما اتصل بين شيخ أو وجه من وجوه العشيرة وقال إش محتاجين شكلتوا ما أكلتوا شركتوا بل ربما شيخ بالضبط مهجر يعني هناك شيوخ مهجرة وهناك شيوخ عفوا أمسكت الأرض وبقيت في مناطقها سمح 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 الكبرى اللي حلت بالعراق من العشريات والحدي الآن هي الكارثة الحقيقية الآن مهجر المجر المجر اللازح الآن يجنبون بطاع بطاع العراق طبع محافظاتنا الستة التنقودة الكلية أيضا وحتى نذكر الأستاذ جاسي المحافظات اللي بوقت سنة ونف مؤكا سيمان والطالب محقوب وننشك مطاليب حوال حوال حيث والدولة مول المالكي رئيس الوضعاء السابق ما محافظات الآن الشبش الخير بروح الدكتور عيدر العباد من هي الخير عمسكة الناس إن الأعجل الكارثة الكبرى يعني مهجر طي مليون ديار وهو ناجح مباشر وفي الغالب ما يحصلها شيخ طلال ما يحصلها ما يحصلها وطلوا بعيدا تبوغي الخلوص اللي اللي هي مخصص على الناس ما يحصلها كفر كفر اعتبر كفر لأن إحنا علينا الآن ونرجع الناجحين أن ننوضف القصف على المناطق أن نمتع مال المناطق نحررها على المناطق جراحة ونرجعون الناس إلى بيوتهم هذا الحيش المعاني بالنسبة لأني ما طلعت لا قلعت خارج ولا اتحركت من ناحيتي ومن شام الله بعد الخطر واحد لما طلعت لأن هو أول ما يطلع وين أروح شلو ما أروح يعني الراكم لأن هو هو منطقتي ودينتي وين روح للبيل نعم فرعدت كلها فارها وكلها فارج مستام لكن ما ما رأيت وعطي عني صاند وما خارج إلا مربو العالمين لأن أقول هذه مشكلة لكن في في إذن إذن نعم شيخ هذا واجبك هذا واجبك تجاه ابناء عشيرتك تمام هذا واجبك تجاه ابناء عشيرتك تمام نعم نعم واجباني واجباني لكن نحن ما نجل أشياء الآن السياسيين الآن اتبع السياسيين نحن مو طاوب بالمصالح الوطنية يا أخي اتبع يا مصالح المصالح الشروح ومحن نشي مو تمام أو الشيخ العويد أو الشيخ الجبور مده نجبس السياسيين هذول اللي دورون المناسب والدورون الشرسي واجب داخل واجب دفاع لحتى الان مرحينوهم هذا هذا الكبر هذا التجني على الخراطيين هذا ما مقول هذا حاجة شيخ شيخ طلال ابق معي رجاء يعني حتى يتسنن الوقت مع الاستاذ جاسم محمد حسن عطية استاذ جاسم سمعت كلام الشيخ طلال يعني طبعا اتفق بكثير فيه عبارات يعني واضحة ومعروفة يقول ان ان انني لم انتقل يعني ختمها وقال انا لم انتقل الى اربيل او الى كردستان او الى اي مكان امن ونحن نعرف ان بإمكانه يعني انتقل وان يترك ابناء عشيته وان يترك منطقته يعني اشار بهذه النقطة عدة نقاط اتكلم عليها عمي الشيخ طلال انا طبعا اتفق مع انه يعني الشيوخ هما اكبر من المسؤول يعني يعني الكراسي اللي يمتلكونها الشيوخ هي اكبر من كراسي البرلمان والوزراء وغيرها اعتباريا لكن لكن حقيقيا لكن حقيقيا الشيخ يحتاج الان الى منصب المسؤول يخرج من الوظيفة يرجع الى بيته الشيخ يعني مع كل متغيرات الحكومة هو يعني اليوم سامرة نتعامل يعني كنا نعرف انه يعني العشائر السبعة في سامرة هي العشائر الرئيسية الثابتة في قضاء سامرة اللي هم البدراج والبباز والبعباس والببادري والسبعة كلهم يعني تكلم كثير عمي العزيزة الشيخ طلال على بعض الشيوخ هناك شيوخ اليوم يعني من أقربانا ومن أبناء عمومتنا متواجدين في بيوتهم وبيوتهم ومناطقهم مسيطرة عليها من قبل داعش وما نسحبهم اليوم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أهل سامرة الغيارة سامرة الحد الآن محافظة على مدينة سامرة ولم يدخلها داعش فإحنا يعني ما رد نقيس الحالة أنه أنا اليوم باقي إن شاء الله ما يمرهم سوء أهل سامرة إن شاء الله سبحانه وتعالى ما يمرهم سوء ولا يعترفون بشيخ ولا يعترفون بمسؤول ولا يعترفون ببيت هم الأنبياء ما سلمون من أعدهم يعني من تلاحظ برنامج داعش برنامج لا وجود للحياة يريدون لكن عدد أبناء العشائر الموجود في كل منطقة ربما يضاهي أي عدد لأي مسلحين يهاجموهم يهاجموهم في سبيل أن يدافون أن أعرضهم ولكن داعش من دخلت دخلت بإمكانيات يعني دخلت مدججة بالسلاح يعني اليوم العشائر إيش تمتلك أكثر من بندقية اللي بيوت بالقرى والأرياف والمدن ما يمتلكون يعني تقدر تقول خمسة من خمسة وعشرين يمتلكون بندقية وغير الغلبية ما يمتلكون حتى بندقية العشائر الموجودة السلاحة بسيط جدا فداعش دخلت بتجهيزات مع القوات المسلحة مع الموصل كلها دخلت إلى محافظة صلاح الدين بذبابات وبهمرات ودوشكات وحاديات طيب طيب يعني ألا تعزو ذلك إلى إلى ضعف الدعم الحكومي لأبناء المحافظات الست بصراحة شوف إحنا خلنا نكون واقعيين المطاليب كانت مطاليب شرعية وحقيقية ووقفنا معهم وقفة جادة لا أستاذ أنا لا أتكلم عن مطاليب المحافظات الست أنا أقصد دعمهم من أجل مواجهة أي خطر يواجههم نعم نعم وحتى الآن ما كان أكو دعم حقيقي لأبناء المحافظة يعني لا محافظة صلاح الدين يعني هي القيادات في بغداد تتخبط يعني أنا عندي رواية مع موضوع الأمن يعني رادلة حلقتين أو ثلاثة أتذكر أنك كنت ربما رئيس اللجنة الأمنية في المجلس لأ كان والدي رئيس اللجنة الأمنية في الدورة السابقة نعم ولكن أنا كنت ضابط بالجيش سابقا فأتابع ملف الأمن أنا نأب رئيس اللجنة الأمنية حاليا نعم اللي هو الشيخ جاسم جبارة رئيس اللجنة الأمنية فأنا على خط واحد ولكن أنا متابع لملف الأمن في محافظة صلاح الدين لدي لقاءات مع رئيس الوزراء السابق دولة رئيس الوزراء السيد المالكي ومع جهات حكومية كبيرة جدا وأنا متكلم معهم في شهر الرابع أن محافظة صلاح الدين خلال شهر وشهر ما الذي كان يمنع من تقديم الدعم السيد المالكي يعني حقيقة الموضوع طويل يعني السيد المالكي كان يعني في لقاءاتي معه كان جاد أنه يعمل شيء ولكن أنا أتصور أنه كان أكو يعني القيادات اللي ما دون المالكي كانت تسوه في الأوامر يعني هو كان يدعم يدعم رؤساء العشائر أنا تكلمت ويا أحد اللقاءات نعم اتفقت ويا على أنه هؤلاء هذول عشرة أو 12 أو 13 يعني شيخ عشيرة منهم يستلمين القاطع الحرج في محافظة صلاح الدين من سامرة يعني جنوب من جلام سامرة إلى محيط يعني نصل إلى الموصل وأخذ أسماهم واتفقنا أنه يصير لقاء معهم وكلف على الإفريج أن يلتقي معهم والتقى على الإفريج معهم كلام كثير نتيجة ما بيطلع بي بالأخير يعني جدوى ما بي ما وصلنا إلى نتيجة إلى أن جتنا عشرة ستة وفي عشرة ستة كان يتواصل ويتصل وكذا ولكن أنا قلت لك أتوقع أنه ما دون المالكي يعني أنا هذا شهادة للتاريخ يعني أنا أنه كان حاول أني يعني أنا شخصيا يتصل بي يعني من واحد ستة صعودا كل يوم بالليل بالنهار منه السيد المالكي كان أنا ذاك ولكن الأسماء أنا كنت أمسلمها للإفريجي قبل خمسة واربعين يوم الإفريجي ما موديها إلى ضغط وكانت النتيجة ما نراه الآن النتيجة ما نراه الآن يعني هو تخبط القيادات أنا أكدت لك تخبط القيادات الموصل يعني هو كان يأمر كان يأمر ولا ينفذ كلام نعم يسوف تسوف بعض الأوامر أنا واثق أنها تسوف بعض الأوامر ألا تعتقد أنه كان لا يأمر أصلا لا باعتبار السيد رئيس الوزراء والقاعدة العام لقوات المسلحة أنا مرة من الأمرار أنطيك رواية ذكرت له واقعة معركة صارت على الأخ أبو سالم بجلام سامرة هذا بما أنه موضوعنا عشائري فنتكلم بهذا الموضوع فذكرت له أنه هناك معركة صارت على الأخ أبو سالم في جلام سامرة بدت من الساعة الواحدة للساعة الخمسة ومجدت تقطعات عسكرية ساعد أبو سالم بالنتيجة كان يعني مقتل زوجته وبنته وأبنه وبقى هو مقاوم والقطع العسكرية حسب معلومات تبعد 15 دقيقة فرأسا أخذ رقم هذا الرجل واتصل به وعزاه وقال له أنه يعني إحنا مقصرين وراح أشكل لك مجلس ويعني فعلا توبع الموضوع لعدة مرة يعني هذا الموضوع حقيقة طيب 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 ضياء المحافظات الست بهذه الطريقة النجاج الأضراماتيكي العجيبة الغريبة أنا أستغرم على يعني لحد الآن لحد الآن سين يحال على التقاعد وسين ينقل من مكان إلى مكان يعني ماكو حساب لا يوجد سين يحاكم لا قائد يفلش منظومة أمنية قوامها 30 ألف و عشرين ألف مقاتل وعربعين ألف مقاتل ولحد الآن والله جاعد يداوم والله لأنه بقى شو نبقى بقى وفلش لمنظومة أمنية قوامها 30 ألف مقاتل أو 40 ألف مقاتل والنتيجة اليوم حقيقة كل من هو غير مهجر ما يعرف معاناة المهجر لكن يعني أستشف من كلامك أستاذ أن هناك مناطق تدعم ومناطق لا تدعم شوف احنا خلنا نكون واقعي في اللقاء الثقة شبه يعني معدومة في مناطقنا 100% إلا لبعض الأشخاص اللي هم أصلا ما مثلوا هذا المناطق تمثيل حقيقي في الحكومة أنا أكون واقعي وياك يعني احنا من تقصد بالتحديد يعني من شنو من تقصد بالتحديد من هم الممثلون الذين لم يكنوا أميرين في طرحهم للحكومة اللي كان لأني وأنت والله اللي روحنا نريد مصلحة المحافظة نتكلم للحكومة أنه الخلل هنا والحل هذا الخلل ما يأخذ بكلامنا يجي عكس ما احنا نريد من يعني اللي هو احنا نكون متفقين أنه مصلحة المحافظة بأن يكون سين من الناس قائد شرطة يجينا عكس ما نريد إذا نسمح كلام غيرنا اللي هو احنا ما نعرفه ولا أو يجوز مرتشي أو يجوز مي يعني إلى دور بينهيار المحافظة يعني والحكومة بكل صراحة الحكومة المركزية كانت إلى هذه الدرجة يعني عفوا عفوا يعني غافلة غافلة عن التأسيس لمنظومة أمنية صحيحة في محافظة صراحة الدين والمحافظات السيد طبعا الحكومة المركزية يعني في ست محافظات هذا الضياع مستمر مستمر وأنه نالك مقصرة تقصير واضح جدا ليش اليوم احنا عمر عمر الديمقراطية في العراق من الالفين وثلاثة بدينا بالديمقراطية اللي أنا سميها سرطان الشعوب يعني هي اللي راح تاكل العراق وتاكل الوطن العربي كي أنك تدعو للدكتاتورية أي أنا أيد الدكتاتورية بانفراط هذا الكلام يعني هي زع الأطراب لا هو حقيقة يعني العراق ولا راح يحكم إلا بقائد واحد أما قائد نفرز من الديمقراطية ويكون قائد ذو قرار سديد لا يتصنت لي على الحزب الفلاني ولا على يعني أنا نتمنى من سيد دولة رئيس الوزراء الأخ العبادي أن يفرض على البرلمان أن يصر على شخصية هو مقتنع بيها إن شاء الله يكون سني شيعي مسيحي يزيدي أي شخص يقدم لهذا البلد إحنا مو كانت كل الطواف مشتركة بالحكومة وكان يعني ماكو سني وشيح ويزيدي وهذا تقاسم ما الكتل اليوم صارت محاصصة إذن هو حصة سين حصة سين من الناس كتلة فلانية يعني إحنا ملزمين بهذا الكتلة زين الأخ العبادي يعترض على الأسماء اللي ترشح إليه يعني يعترض هذا أنا شوفه زين يعني أنه يعترض ما يؤمن بترشيح الكتلة فقط يعترض على الأشخاص اللي عليهم سلبيات أو الأشخاص اللي نقول يعني سيفيهم ما مؤهل أن يكونوا بالمناصر ولكن أنا أتمنى أن يفرض الشخصية اللي يريدها وشخصية تكون مقبولة من الشعب طيب شيوخ العشائر الآن إن وضعناهم في الميزان مناطقنا تحديدا أين تضعهم؟ في الكفر فرأة شيوخ العشائر هل كانين يعني أنت هالله هالله ديهم شوية هل كانين من المناصب؟ لا مناصبه شو ما أخذين من المناصب؟ هل كانين من المناصب؟ لا والله يعني أنت شيخ شيخين يعني مثلا يشتركون بالحكومة يعني مثلا أنا مو شيخ يعني ما رد أنا أقول أنا شيخ يعني إنسان عمره 35 سنة البعض يرى أن الشيخ أهلك المنصب لأنه نسي العشيرة يعني لازم عائلة الشيخ كلهم يقعدون وينتظرون من يعطف عليهم أو من ثاني شو ما مسؤولية عليهم؟ مسؤولية اجتماعية مسؤولية اعتبارية أنا أوكي علي مسؤولية اعتبارية وتريدني أقود عشيرة وأطلعها بمستوى جيد الموضوع يشبه واحد ماسك بيده تفاحتين أكيد رح يسقطن إيدا هو لو يمسك تفاحة ويقتنع بالموضوع هي والشيخ ترى الشيخ مو واحد يعني الشيخ يعني الشيخ وعنده أخ وعنده ابن وعنده ابن عم وعنده كذا هم عائلة الأخ اللي تكلم به الشيخ طلال أكد على أنه الشيخ هو شيخ ابن شيخ يعني هذا سلسلة كلها لازم تقعد ما يصير لا تقدم إلى منصب ولا إلى أن تشترك بحكومة لا طيب طيب أنتقل إلى محور آخر في حوارنا عشائر الجنوب تبدو أكثر تمسك وتماسك ولحمة بين أبنائها السبب الحقيقي يعني وراء هذا الموضوع باعتقادك عشائر الجنوب نعم أنا أيد هي أكثر تمسك وتماسك بشيوخ شيوخ الموجودة يعني حقيقة عندي لأكثر من تفسير يعني أولا يعني هناك شبه مرجعيات عشائرية أضافة إلى المرجعيات الدينية اللي تلزمهم أضافة إلى أنه عشائر الجنوب يعني تمتعون ميزة يعني عشائرهم عشائر كبيرة يعني الموجودة يعني مثلا بنير تشارب تلقاها مثلا كذا ألف السواعد تلقاهم كذا ألف ولدينا أيضا عشائر فيها لا لا إحنا من تجي اليوم من تجي اليوم إحنا مثلا عشيرة الجبور تلقى عشيرة الجبور في العالم في الظلوعية في بيجي في كذا تلتزم بشيخ فبالتالي يكون التزام أبو بيجي معه شيخه اللي بالبي تجي إلى عمامنا السوامرة مثلا أهل سامرة تلقى مثلا عشيرة البدراج في سامرة البدراج في سامرة والبدراج في العمارة موجودة يعني الأدلين مثلا البعلوان بالرمادي وبالحلة موجودة لماذا نجد الالتزام هناك ولا نجد الالتزام هناك نحن مو ماكوا التزام ولكن الجنوب التزامهم أكثر السبب يعني طبيعة الاجتماعية لأنه ربما يوحدهم الرأي الديني أو المرجعية لهم التزام بالرأي الديني ولكن ما له تأثير أنا أتوقع أن الرأي الديني يفرض على العشيرة لكن من خلال ما نرى كعراقيين من خلال ما نرى نرى أن شيخ العشيرة في الجنوب له سطوة واضحة وظاهرة للعيان أكثر مما تظهر هذه السطوة هي بصورة عامة في العراق بصورة عامة في العراق ما كو يعني مثل ما ذكرت بداية حلقتك أنه بعد الالفين وثلاثة ضعفت سيطرة الشيوخ على العشائر في مناطقنا في كل العراق في مناطقنا هناك عشائر إلى الآن في الجنوب حتى الحكومة تخشى صدام معها طبعا لكن هي هم تلقى الشيخ نفسه ما مسيطر على كل العشيرة والشيخ والشيخ العشيرة في الجنوب لا نجده في الغالب مسؤول حكومي رجل جالس في ديوانه تأتمر الناس بأمر نمطيك شيخ عشيرة مثلا بالجنوب مسؤول ممكن هو ممكن يكون شيخ عشيرة واحد مسؤول لكن ممكنهم مسؤولين يعني أنا أنا مهيئ لهذا السؤال كنت أجيب لك لا أغلبية يجوز لم يكن نفس الشيخ أخو ابنه ابن عمه يعني هم من عائلة يعني اليوم البيت الفلاني هو الشيخ يعني هذه العشيرة فمن عائلتهم تلقى يعني موجودين ربما لأن هذه العشائر موالي للحكومة نراها تحظى بال والله هي نشوف يعني ماكو مؤيدة ومؤيدة ومؤيدة من قبل الحكومة مؤيدة موالي للحكومة نعم احنا كنا شعبنا هو موالي للحكومة عندما الحكومة تكون يعني قدم استحقاقاتك عندما تكون حكومة منصفة غير طائفية نعم نعم يعني كنا احنا ولد هذا الشعب نعم ونؤمن بقيادة ونحترف رموزنا وقياداتنا أنا ما أسمح لأي شخص يتكلم على أي رئيس وزراء عراقي سواء كان الحالي أو السابق أو القبلة في أي مكان خارج العراق ولا أسمح لأي شخص يتكلم على رئيس جمهورية العراق ولا على أي وزير معين لأن هذول هم رموزنا احنا يجب أن نحترم رموزنا ويعني نتناقش بياناتنا هناك سلبيات بأداء الحكومة استاذ جاسم أروح لشيخ طلال أخذ رأيه بهذا الموضوع شيخ طلال بالنسبة لعشائر الجنوب عشائر الجنوب نشوفها تبدو أكثر تماسك أكثر لحمة يعني إلى أي سبب يعني شنو السبب اللي يعود لهذا الموضوع ليش دائما نشوف عشائر الجنوب متمسكة بشيوخها ونجد أنه الشيخ متمسك بأبناء عشيرتها والله استاذ ومس هذا الجواب واضح نعم بالنسبة للاحد المرجحية المرجحية الدينية والمرجحية العشائية المرجحية الدينية والمرجحية الدينية هم من طائفة وحدة يا أخواننا يعني احنا ما نريد نتكلم بالمشيح ما كنوا أكثر الجنوب احنا أيضا من طائفة وحدة يعني بستاذ جاسم صباح المرجحية الدينية وهو تأثير تأثير مباشر احنا ما حدنا مجحية لعد الان الجماعة السنة حتى نكون صريحين لعد الان طبع ما حدنا مجحية اللي نتمسك بأمرها ونكون ها نعم نعم شيخ طلال شيخ طلال تفضل 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 وكلامك كلامة مشوق وأحيانا تطرق أمور لازم لازم تفضل لازم تفضل الشيخ ما يطول نجاح شيخ طلال شيخ جاسم يقول يعني غائما السيد المالكي كان تصر بيه وليد نقفل المطاليب ليش ما نفهم هل سنوط شوانا شوانا نقفل المطاليب طيب أنا صديق شيخ جاسم انا الان المشكلة شيخ طلال ترى دقا يتجاوب على عكس ما نتكلم عمي شيخ طلال بس اسمح لي لا لا شيخ طلال مو هذا الكلام حتى تفهمها اسمح لي بس بس اسمح لي الشيخ طلال دقيقة وحدة وداخ بس أوضح لك شيخ طلال بس أوضح لك جاي تجاوب عكس أنا ما متكلم ما يصير تجاوب عكس أنا ما متكلم بهذا الكلام ما جا يقول لك يتصل على المطاليب يا أخي ما يصير انت تنين بس تلبوب ما يصير هذا الكلام كلا مطاليب هي ما مو حاضل مو شريب حبتك عفوا شيخ طلال هذا ثاني سؤال هذا ثاني سؤال تجاوبه من عندك يا أخي المحاكمات الستة يا أخي المحاكمات الستة عش ان شاء الله ثاني سؤال تجاوب من عندك ثاني سؤال مو يصير يعني انت لازم تفهم السؤال عفوا شيخ طلال بس ما جاي يمطني مجال ان لا يمشي في نفسه حتى مو مش علي انو المالكي شيخ طلال تسمعني عمي نعم هذا ثاني مرة انت تجاوب عكس ما أنا اتكلم عكس ما أنا اتكلم المالكي خابرني يريد ينفذ لا ما قلت ما قلت هذا مقدم البرنامج ما قلت المالكي خابرني يريد ينفذ انا رايح لمو مطالب محافظات ستة انا رايح لم مطالب ملف امني خص محافظة صلاح الدين شرطي ضابط زين ضابط مو زين قائد شرطة قائد عمليات هذا اللي اتكلمت بياني انا ما اتكلمت ما اتكلمت عالمحتصمين ما اتكلمت عالمحتصمين نهائيا ما اتكلمت عالمحتصمين عفوا شيخ طلال ما اتكلمني يا شيخ العزيز انت ثاني سؤال ثاني مرة تجاوب عكس ما اتكلم انا مع المالكي لا اشهد بهذا الامور انت تريد تتكلم على مطالب المحافظات الستة اتكلم مباشر عوف السؤال ما للاخ المقدم البرنامج الاستاذ اتكلم ما راح اجاوبك على سؤالك راح اتكلم ما في صدري احنا ما اتكلمنا احنا اتطرقنا جابنا الحديث جابنا الحديث على انه انا التقيت بي على ملف امني ملف امني خص محافظة صلاح الدين المطالب وحدت من قبل ساحات الموجودة نعم يعني انت جاء تفتهم السؤال شيخ طلال لكي نستغل الوقت يعني الان هناك مشكلة قائمة عفوا شيخ طلال الان هناك مشكلة قائمة بين عشائر الجنوب وبعض عشائر محافظة صلاح الدين المتهمين بحادثة سبايكر هل كانت هذه المشكلة اساسا مشكلة مفتعلة لحكومة يعني افتعلتها الحكومة لتبرئة ساحتها ام انها مشكلة عشائرية حقيقية يجب ان تحل في الدواوين يعني ان تابع ناش حتى انا نروح الوقت تعال احكين احبسوا راحة نعم مسألة سبايكر جريمة لا نقبلها اي انسان نعم لا نقبل بها اي انسان انا واحد نعم اثنين الحكومة احد ما سيش المشألة ما تترك مسألة اخرى هذا هو الجانب اللي احنا يخيضنا انا مثلا يقولون من عشيرة البوحجين مثلا نعم عشيرة البوحجين هم كلها الدواعش واحد اسنين عشيرة البناصر واحد اسنين ومن يجي المشأل الجمهوري يقول كلها هاي دواعش ما يصير هذا هاي خلق فتلة بين الحشائر وانا كنا في الحشائر وكنا مثل احمين ما يصير نعم لما يجون لما يجون يقتلون المساهمين طيب شيخ طلال شيخ طلال الوقت فقط داهمنا شيخ طلال الوقت داهمنا باختصار شديد باقل من عشر كلمات هل انت مع تجنيد ابناء العشائر في محافظة صلاح الدين لمقاتل التنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية تحت مسمى الصحوات وغيرها من المسميات انك مع ضرورة ان تتولى المؤسسة العسكرية الوطنية زباب الامور باختصار شديد لم يبقى لديها وقت انا اريد ان مع تأسيس الجيش العراقي وفق ما كان ليس حقائدي ليحب العراق ويحب الطائفة او الدين او المذهب او الان القومية انا اريد جيش العراقي هو اللي يمسك العرب هو اللي يمسك العرب نعم اذا يسمحنا ولو دقائق قليلة يعني موضوع سبايكر وكلم عمي الشيخ طلال واني اكله كل الاحترام والتقدير الشيخ طلال ولكن كان يجيب دائما على كلام هو ظاهر يعني يعني متأكد انه في داخله هذا الكلام ومن حركته على المحافظة نعم مشكلة سبايكر يعني اليوم مشكلة جريمة سبايكر مو مشكلة احنا مشكلة نتصغرها جريمة كبرى هي افتعلتها داعش في محافظاتنا واحنا ندري انه داعش هي يعني هي جاي للفتنة جاي للفتنة اما الشيخ طلال تكلم على انه مشعانه الجبورية يتكلم هم مارد افزعا عني المشعانه الجبورية هو يفك نفسه ويفك الوراء هو جاي يذكر الاسماء من البُعجيل ويدكر الاسماء من البناصر ويدكر الاسماء من الشرقات الساحرة يعني دا يذكر الاسماء وينطل منطقة كلهم دواعش أقول لك لا ولكن موجود فيهم دواعش ومن عشرة البناصر شخصوا بالتلفزيون هم يعني يقتلون أبنائهم طيب أنت الآن مع أن تكون هناك قوة عشائرية نعم ولا تحل مشكلة غير القوة العشائرية وليس الجيش الجيش وين الجيش سولي فليعنا مصار مئة يوم وين الجيش يعني هل هذا يعني أن المؤسسة العسكرية ماتت في العراق ماكو المؤسسة العسكرية كانت يا أخي هي دوبها مسيطرة على اليوم 16 جبهة مفتوحة إحنا لو أكو جيش شاندخل وحرر مدينة تكريتو وطلع ترى مو بذاك الحجم داعش الموجودين في صلاح الدين مو بذاك الحجم ولكن جيش ماكو اليوم الجيش لازم مكانات ما يقدر يتحرك من عدم الأستاذ جاسم محمد حسن عطية ناب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين كنت معنا شكرا جزيلا لك والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام تقبلوا أرق التحايا إلى اللقاء اشتركوا في القناة